اهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات كانت بيتي وصفة النهاردة وصفة حلوة قوي هنعمل مع بعض الشوكولاتة طريقتها حلوة وطعمها بيكون حلو جدا كل اللي هيعملها وهيدقها هيقول احلى شوكولاتة كالنيها مناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضى السكر مكوناتها اول حاجة نص كباية من جوز الهند ونص كباية من الفول السوداني ممكن كبان معاهم نص كباية من اللوز انا النهاردة هعملها معاكم اقتصادية مش هحط فيها لوز لو هنزود عليها لوز بيكون كمان نص كباية من اللوز وطبعا المكونات بتكون بنفس الكباية المقدار بنفس كباية واحدة اول حاجة هنعملها هنحمس المكسرات السوداني وجوز الهند هنحضر السنية هننزل بالسوداني وهننزل بجوز الهند من كل حاجة نص كباية هبتدي دلوقتي احمصهم في فرن البتجاز وطبعا طول ما هم في الفرن بنقلبهم منسبهمش كده عشان ياخدوا اللون الدهبي ما نزودش الغمقان عليهم علشان ما يغمقوش وما يمرروش ولا يتحرقوا كده بعد ما حمصت السوداني والجوز الهند زي ما انتو شايفين اللون الدهبي ده حلو قوي ما نغمقش عن كده هنبتدي دلوقتي نطحنه اهو في المطحنة اللي هي بتاعة الخلاط او الكبا المتواجد عندنا هنخلي ناعم جدا هبتدي اكمل الباقي كده تمام بعد ما طحنت الكمية كلها دي كانت اثر حبة طحنتوه عشان ما طولش عليكوا بصوا اه اه طحنت الكمية كلها كده تمام المكسرات ديت بتدي طعمة حلوة قوي للشوكولاتة طيب احنا تحنوه هنبتدي نكمل بقية المكونات هيكون معانا نص كوباية من الكاكاو برضو نص كل حاجة من المأدير ديت نصوا بنفس الكوباية هننزل بالكاكاو وهنحط زي معلقة زغيرة من من القهوة سرعة الدوابان اهو دي اختياري ممكن نحطها ممكن لا بس تدي طعم حلو وهنحتاج نص كوباية من جوز الهند زيت زيت جوز الهند زيت جوز الهند دوت حلوة قوي بيعلي الحرق هنقلب كل المكونات مع بعضها اهو بالشكل ده كده اهو بس تباية اه لو حابين نحط سكر بنحط سكر ضيت او بنحط عسل اهو عسل تمر اللي هو اسمه دبس التمر يعني اهو كده تمام اللبناه كله مع بعضه هنبتدي نحضر الخلاط اول حاجة اهو بصه اهو وهننزل بزيت جوز الهند النص كوباية اهو بالشكل ده اول حاجة النص كوباية زيت جوز الهند زي ما احنا شايفين الشوكولاتة بتتكون من مكسرات وكاكاو هتطلع طعمها حلوة قوي طيب احنا حطينا الزيت جوز الهند هنبتدي نحط الخليط اللي عملنا في الاول اللي هو السوداني وجوز الهند والكاكاو والقهوة سراية الدوابان هننزل بالتدريج على الزيت اول حاجة هنضرب الزيت ضربة زيارة كده في الخلاط الاول اهو بالشكل ده هنطلطه خلطه هنلاقي لونه يتغير شوية وبعد كده هننزل بالتدريج من الخليط على الزيت هننزل هاو في الاول بصوه بمعلقتين معلقتين اهو كيفية كده معلقتين هنبتدي نخلط المكونات اهو زي ما احنا شايفين بصو الشكل هنزل بالتدريج كده هننزل بالتدريج كده زي ما احنا شايفين ونخلط في الخلاط لا يوجد أسهل من ذلك سوف تطلع جيداً تماماً سنزل بباقي الخليط لا أستطيع أن أخذها جيدة جداً تماماً تماماً سوف اخذ خليط تماماً في الخلاط طبعا انا قلتلكو لو حابين تحطوا سكر بنحط مش حابين خلاص او معلقة من العسل كده تمام بعد مخلطنا كل الشوكولاتو هنكون محضرين قالب زي ده كده قالب الشوكولاتة ممكن يكون قالب كتعة واحدة او كزا كتعة بص اهو عشان هنحط فيه الشوكولاتة ونحطها في التلاجة اول حاجة هفضي بس الشوكولاتة كده من الشاشق في كيس عشان اعرف افضي في الايه في القالب او زي ما احنا شايفين كده و هفتح الفتحة في الكيس من تحت وهنفضي اهو كده تمام بصوا هفتح فتحة بس في الكيس عشان اعرف افضي لاني شافش اتخلات عندي مش هينفع فتحة منه بصوا كده يبقى افضل ما فيش ايه شوكولاتة تخرج في الجنيه اهي كده هملة القالب كله العيون بتاعته بالشكل ده على فكرة فيه اوالب تانية اشكال تانية كتير الاطفال هتحبها فيه قلوب وفيه مكيموس وفيه اشكال شوكولاتات كتيرة اللي احنا حابينه بنشتريه كده تمام مليت القالب كله دلوقتي هنحطه في الفليزر يجمد او على رف التالجة هيا الشوكولاتة بتجمد على طول وهطلح هورع لكم كده الشوكولاتة بعد ما جمدت بصوا هنشوفها كده مع بعض اهي بصوا الجمال والحلوة ديت اهي بالشكل ده بصوا شكله عامل ازاي طبعا كل ما كانت بتجمد كنت بشيل الشوكولاتة وباملة تانية القالب بتجمد برضو الشوكولاتة كنت بفضيها واملة لغاية معاملة كمية حلوة بصوا الشوكولاتة لما كنت بفضيها من القالب كنت بجيب ورقة الامونيوم وبغلب فيها الشوكولاتة بصوا وقت ما عوزها بطلع واحدة كده وبتطلع جميلة جدا لو مش حابين نغلبها في ورقة الامونيوم خلص ممكن نحطها في كيس وانشيلها في الفليزر عايز اقولكو كمان ان الشوكولاتة ديت بتسحى على طول يعني بنطلع الكتعة تتاكل على طول بصوا هي بعد ما فضيتها من القالب عملت كمية حلوة قوي عملت زي 40 كتعة شوكولاتة بصوا الجمال حلوة قوي ازاي اتمنى يكون الفيديو عجبكو لو عجبكو ما تنسونش في اللايك والشير ولو اول مرة تشوفوا جهاتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلوكو اشعار بكل فيديو جديد بنزلوا في قناتي على اليوتيوب اقولوكو سلام وانتظروني فيديو جديد